لكن خلونا نبدأ أولاً بالأخبار والحقيقة أنه الأخبار هنبدأها من البحر الأحمر ومن منطقة السيول حيث دربت السيول عدد من خمس محافظات البحر الأحمر والصعيد سهاج وعصيوت وغيرها والغردقة طبعاً سهاج وعصيوت وجنوب سيناء والغردقة وسهاج وإنا الحقيقة خمس محافظات ضربتهم السيول وكأنها مفاجأة إحنا بالنسبة لنا السيول بتيجي مفاجأة إن هو ده الوقت بتاع كل سنة لكن إحنا بالنسبة لنا إيه مفاجأة بالنسبة للمحافظين إيه مفاجأة بالنسبة للناس اللي في الحكومة إيه مفاجأة الأرصاد ممكن تحذر لكن برضو بالنسبة لنا بتبقى مفاجأة الرئيس يعمل يعني وخصص السنة اللي فاتت مليار جنيه للبنية الأساسية وللصرف الصحي والصرف الزراعي هقول لكم بقى قصة المليار جنيه دي راحت فين لكن برضو مفاجأة وأنا عايز أوريكم المشهد المقارن بين السنة اللي فاتت في نفس هذا الوقت وبين السنة دي والحقيقة أن المشهدين شبه بعض مع اختلاف أنه ده مشهد كان في البحيرة في 15 عشرة 2015 وده مشهد فرص غارب 29 عشرة 2016 الفرق سنة سنة الفرق سنة واختلاف المحافظات البحيرة لو تذكروا القرى اللي غرقت الأفدنة اللي غرقت المواشي اللي نفقت كان عندي عندنا يعني الأرقام بتتكلم على وفيات 24 شهيد و35 مصاب والأراضي المداركة 55966 فدان مواشي 1509 ده كان البحيرة سنة اللي فاتت بحيرة واسكندرية السنة دي بقى أقم شبهها بنت عمها على طول الأرقام عندنا 26 من الوفيات مصابين 72 مصاب الأراضي المداركة طبعا مقات الأفدنة لأن المنطقة دي ما فيهاش نفس طاقة الزراعة وما فيهاش نفس الزراعة اللي بتبقى موجودة في منطقة البحيرة سيارات 25 سيارة غير المفقودين 11 شخص ويمكن المواشي مش واضح لسه أرقامها مفاجئة؟ آه مفاجئة بالنسبة لنا دي مفاجئة احنا بنتفاجئ كل مرة بالكرسة ونصح الصبح نتفاجئ تعالوا واكلمكم بقى عن مليار جنيه رئيس السنة اللي فاتت قرر انه فيه مليار جنيه بعد حدثة البحيرة وكلنا سرخنا وكلنا بعثنا الكاميرات وكلنا زعلنا وتعوضات وكذا وكذا قرر الرئيس تخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح البنية الأساسية لصالح الصرف الصحي لصالح الصرف الزراعي مليار جنيه؟ وقال لك خلال 15 يوم ولازم في لجنة وبسرعة وابتدنا ابتدوا شغل شوية في اسكندرية وما إلى دل تحبوا أقول لكم اتصرف كم من مليار جنيه؟ اتصرف حوالي 150 تعويضات أو لا خلوني أقول لكم يعني 75 تعويضات 75 مليون تعويضات للبحيرة 30 مليون تعويضات لسكندرية طبعا البحيرة كانت أكتر ليه؟ لأن كان حسب غرق الأفدنة وكان كل فدان بياخد 2000 جنيه تعويض يعني ما بين البحيرة واسكندرية نتكلم حوالي من 75 مليون ل30 مليون يقول ايه؟ 100 مليون طيب اللي بقى الشغل اللي على الأرض اللي المنوطة به وزارة الرأي الشغل اللي هو له علاقة بيه الصرف الصحي الصرف الزراعي كم؟ اتصرف مليون جنيه من المليار مليار طبعا تقارفين؟ 1000 مليون مليون جنيه واحد وأرجو أن المسؤولين يطلقوا يكذبوني ويصححوني إن كان هذا الرقم خاطئا وأتمنى أن أطلع غلط يا رب أطلع غلط مليون واحد اتصرف والمعلومات على مكتب رئيس الوزراء المعلومات على مكتب السيد وزير الرأي الرأي خصص الفلوس والفلوس موجودة الفلوس دي مش ميزانية الدولة الفلوس دي من تحية مصر اللي انتو بتتبرعوا لها اللي كلنا بنتبرع لها موجودة الفلوس الفلوس المليار جنيه موجودة ما تصرفتش كم قالوا ايه في وزارة الرأي؟ طيب إحنا لما تزنقوا بقى يعني من أول يناير السنة دي جوم قالوا طيب إحنا عايزين المليار جنيه فجوم تحية مصر قالوا لهم لا إحنا مش هنديكم مليار جنيه ده كذا قولي الأعمال اللي انت عملتها إيه وأنا هشوف لك المليار جنيه تصرفها إزاي؟ رحوا ورجعوا قال لك طيب خلاص بلاش المليار؟ ناخد سبعمية على الأساس أن دي عارفيني إزاي يعني إيه بالوايم إحنا مش هنعمل أعمال بمليار هنعملها بسبعمية طيب يا سيدي سبعمية أوكي قولي السبعمية دول هتصرفهم في إيه؟ وهاتلي جدول بالأشغال وأنا كل ما هتعمل حاجة أنا هعمل لك مستخلصات رحوا ورجعوا وقال لك إيه؟ طب ممكن ربعمية؟ قالوا أوكي هتديك الربعمية بس طلع لي قولي عملت مشروع كذا عملت كذا صلحت كذا صلحت كذا وأنا هتديك الفلوس خلصنا إلى أنه مليون جنيه فقط تم انفقهم من المشروع الذي خصص له الرئيس مليار جنيه ليه؟ أنا عندي سؤال ليه؟ هو أنا لازم أستنى الكارثة لما تحصل عشان أبتدي أقول آه أنا عندي مصيبة هنا والمليار جنيدي ما كانش بس عشان البحيرة واسكندرية المليار جنيدي كانت مفروض للجمهور هي كلها تبص على الصرف الصحي تبص على الصرف الزراعي تبص على كل شيء لكن أننا ما نشتغلش وبعدين لما بقى نطلب من الهيئة الهندسية أنها تدخل أنا صراحة بقى أول واحدة أقول يا جماعة هو ليه الجيش بيدخل يعمل كل حاجة لا يدخل بقى الجيش يعمل كل حاجة لأن مؤسساتنا المدنية لأن وزاراتنا الحكومية لأن كل شغل مدني فاشل فاشل يعني مش قادرة ألاقي جملة أفضل من كده لأنه لا حياة الناس لها قيمة ولا الوضع اللي احنا بيبفيده له قيمة ولا أي حاجة ولا في حد ناوي يشتغل ولا في حد ناوي يشتغل الفلوس موجودة والرئيس خصص الفلوس والحاجة جاهزة إيه مشكلتك؟ ترجمة نانسي قنقر